اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرش حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وغاتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطفلهم في الماك اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يفسرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحوا عن قلوبهم خطرات المال واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأفصارهم ما أعدت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشرباء والأججار المتدلية بصنوف الثمار حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أفصارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقص منهم العداد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن الباست واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحم نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قاطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصم به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغزب كل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسراء أو يقر بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم وعم بذلك عدائك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوب والزنج والسقالبة والديالم وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اجرى للمشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمن وأبدانهم من القوى وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بادر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرحها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنح حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وإي مأغاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الله وأسبغ عليه في النفق ومتعه بالنشاط وأطفع عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحش وأنسه ذكر الأهل والولاد وأسر له حسن النيا وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشد وأيده بالنصر وعلمه السيارة والسنان وسدده في الحق واعزل عنه الرياء وخلصه من السمع واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولاك فإذا صاف عدوك وعدواه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدل له منهم ولا تدلهم من فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يشتاح عدوك بالقاتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مجبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شهده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعا له من ورائه حرما فآجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بميث وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فلوى غزوًا أو همّا بجهاد فقعد به ضعف أو أغطأت به فاقا أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له سواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر